المريخ ذلك الساحر الأحمر في مجرة درب التبانة لا يزال محطة طموح علماء الفضاء وهواته هذه المرة ستتجاوز على ما يبدو مساعي سبر أخبار المريخ الخيال والسيناريوهات أفلام هوليوود المسبار بريس فيرنس سيصل بعد أيام إلى سطح الكوكب الأحمر في مهمة هدفها العثور على أثار حياة قديمة هناك مهمته ستحاول صناعة التاريخ بمروحية صغيرة يحملها المسبار ستقوم بأول تحريق جوي ضمن الغلاف الجوي لكوكب غير كوكبنا الأرض السماء هي الحدود شعار وكالة الفضاء الأمريكية الناسا لا يحمل مبالغات أو خداعا فالمريخ بالنسبة للوكالة الأمريكية بات محطة دائمة تستقبل زوارها الآليين الواحدة والآخر في الثامن عشر من فبراير المقبل تصل العربة الفضائية بيرسيفرنس إلى الكوكب الأحمر حيث من المتوقع أن تغوص فورا نحو السطح كما ستكون من مهامها البحث عن علامات انقراض الحياة في بحيرة وفي مجرى نهر جافين لكن مهمتها الأبرز تبقى في أنها ستطلق المروحة الآلية إنجنوتي التي ستخوض مسع اكتشاف إمكانية تحليق المواد أو الأجسام أو المركبات التي تعمل بالطاقة الأثقل من الهواء فوق أسطح كواكب غير كوكب الأرض وإذا ما نجحت التجربة المنتظرة ستتيح للعلماء عندها استكشاف المناطق البعيدة عن المركبة الأم في أرجاء المريخ لكن بالنسبة لناسا فإن عدم النجاح في التحليق يبقى أمرا واقعا وهي أعلنت أن عدم التحليق هو نجاح تكنولوجي بحد ذاته وذلك بسبب المعلومات المهمة التي سيوفرها هذا الأمر بالنسبة للطيران في الكوكب البعيد وبحسب ناسا فإنه بالنظر إلى طبيعة جو المريخ ستواجه المروحية المريخية الصغيرة العديد من الأخطار والتحديات فناسا تدرك تماما أن طبيعة المريخ ستجعل من تحليق المروحية الصغيرة مهمة فائقة التعقيد إذن تدرك ناسا التعقيدات التي تنتظر مهمة مروحيتها المريخية الجديدة وقد عملت الوكالة على طوال السنوات الثلاث الأخيرة على تصميم تقول إنه قادر على مواجهة أي تحدي قد يطرأ على الكوكب الأحمر المروحية الجديدة لن تحلق على ارتفاع يتخطى الأمتار الخمسة فوق سطح المريخ لمواجهة الضغط الجوي وذلك بفضل مروحيتين مزدوجتين يبلغ طول الواحدة منهما حوالي متر ونصف المتر تقريبا وتدوران بسرعة تصل إلى 2400 دورة في الثالث ما يعني أنها ستكون أسرع عشر مرات من المروحية العادية أما هيكل الطائرة فهو صغير لا يزيد حجمه على حجم كرة القدم وحجم المروحية وزنها تقريبا 1.8 كيلوغرام المروحية الصغيرة مزودة بخلايا ضوئية تسمح بإعادة شحن بطاريتها التي تستخدم لإقلاع المراوح ولإبقاء المركبة دافئة خصوصا في الليل المريخي البارد كما تحمل المروحية آلة تصوير مشابهة لكاميرا الهاتف كما نرى مزدوجة حتى لارتقاط صور لسطح الكوكب في المناطق التي تحلق فوقها وستقوم بالطبع بأرسال هذه الصور إلى الأرض وفق تقنية الأقمار الصناعية نضم إلينا عبر سكايب من مدينة سانتا مونيكا في ولاية كاليفورنيا كمال الودغيري عالم الفضاء في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مرحبا بكم سيد الودغيري بداية إذا أردنا أن نقرأ هذه المهمة الآن لناسا إلى الكوكب الأحمر وقد أبلغني الزملاء أنكم تحبسون أنفاسكم في انتظار هذا الهبوط عليه ما الغرض الرئيسي الفائدة الرئيسية التي ستعود منه من دراسته من إطلاق هذه المروحية فيه شكرا على الاستضافة سي محمد وأولا تكلمتم عن المروحية المروحية تمثل حوالي 3% دي المشروع دي المتابرة فإذا سمحتم فأنا سأتكلم على 7% دي المشروع لأن المروحية هي جزء صغير أولا هذا المتابرة هي حلقة جديدة من مستسل الاكتشافات في المريخ المتابرة هي مبنية على الدروس المستفادة من مركبات المريخ التي أنجزت في الماضي في مثلا في 2004 استطاع روفر Spirit and Opportunity باش ينزلوا على المريخ واكتشف الفريق العلمي اللي كنت أنا من ضمنه أدلة على تواجد أنهار في تاريخ القديم للمريخ وكذلك في سنة 2012 نزل Curiosity هو رجل آلي كذلك نفس الحجم وكذلك نزل على وجود مياه راكدة يعني على شكل بحيرات في التاريخ القديم لكوكب المريخ وهذه البحيرات يمكن أن تضمن ولا تضمن بقايا لحياة ميكروبية قديمة وهذه السنة إن شاء الله بنزول للبحث عن بقايا هذه الحياة ميكروبية وبالضبط في واحد الفوهة جزيرو جزيرو باللغة الإنجليزية وقد اخترنا هذه المنطقة بعد سنوات من البحث لأنها كانت مغطاة بالمياه الراكدة تقريبا حوالي 3.5 مليار سنة وكانت الأنهار تجري إلى هذه البحيرات حاملة المواد الأساسية للحياة مما يرفع من احتمال إيجاد بقايا حياة ميكروبية كما قلت وكذلك سيعمل هذا البرسيفيرنس والمتابرة رجل آلي متابرة أيضا على جمع بينات مهمة حول الجيولوجيا ديال المريخ والمناخ دياله وكذلك سيعمل على جمع عينات من طربة والصخور هذه المنطقة دياله جيزيرو وغير يعمل على تحليل ديالها في عين المكان ولكن الحاجة المهمة بصراعي لا أسمحتي هو أنه سيكون واحد المهام مستقبلية أخرى لتقوم بنقل عينات من هذه المنطقة ويرجعها إلى كوكب الأرض في 2026 طيب نحن كمتابعين عاديين نطرح السؤال عندما نرى هذه الصور تحديدا ونرى هذه الآليات وتقولون هناك بحيرات راكدة أو أدلة على وجود بحيرات راكدة على الكوكب الأحمر هل باعتقادكم يمكن أن نسمع عن حياة قريبا أو انتقال للبشر إلى هذه الكواكب هل للك في فضاء الممكن أم أنه سيبقى حبيس أفلام هوليوود لا كما قلت المتابعة تحمل أدوات وتقنيات تمحد طريق لمهمات بشرية مستقبلية يعني إلى المريخ مثلا تكلمتم في الانتردكشن على المروحية كذلك هناك مثلا واحد جهاز لبرسيفيرانس ستخدم معها جهاز الاسم موكسي وهو الذي سيقوم بتجارب لتحويل غاز تنائي الأوكسيد الكاربون إلى غاز الأوكسيجين يعني لأنه حتى على الانتردكشن 90% الغاز الموجود في الغلاف الجوي دي المريخ هو يعني كي تعتبر كما قلت الأوكسيد الكاربون فإذا كان ممكن مثلا يعني انتج الأوكسيجين على سطح المريخ وكذلك يعني كما قلت الطائرة المروحية فهذه تجارب تقنيات تمهد لمهمات مستقبلية على كوكب المريخ لذينا تصور أيضا عن أن ناسا عندما تريد شيئا تفعله لماذا الآن يعني ما زالت سرعة الوصول إلى بعض الكواكب طويلة حتى المعايير يعني نحن بحاجة إلى أن نفهمها أكثر قضية معايير الحساب الأيام والشهور وحتى السنوات الضوئية هل هناك آمال بأن سرعة الوصول ستكون أقصر في المستقبل القريب هو المشكل المشي هو الوصول هو يعني النزول وإذا سمحتم أولا يعني نعطيكم غير الفكرة المشاهدين الكرام يعني على مثلا علاش 60% دي المشارع اللي كان نصر صرور المريخ علاش ما كانت شنجحها نعم ما تنجح يعني أولا فحنا نخدو خطوات صغيرة ونستعمل رجل آلي قبل ما نرسل يعني الرواد فضاء فتكم صعوبة الهبوط على المريخ في طبيعة الغلاف الجوي رقيق جدا لهذا الكوكب يعني أن الكتافة دي المريخ إذا قارنها مع دي الغلاف الجوي إذا قارنها مع الأرض كان قوي الله واحد في المئة من الغلاف الجوي يعني نحن كما كان عارفوا مثلا من كي رجعوا رواد الفضاء من مرحلات الانتروناشنال سبيستيشن يعني كان عارفوا بأن الغلاف الجوي مثلا الأرض يعني ساميك ولا تيك كي قاوم الحركة وكي يساعد على إبطاء سرعة الهبوط لكن على كوكب المريخ وكما قلت يعني اللي يالله واحد في المئة فالمريخ لا يكاد لا يملك غلاف جوي فهالسرعة النزول تكون عالية جدا فمثلا نوصله للمريخ السرعة تكون عشرين ألف كيلومتر في ساعة وتصور نوصله إلى سفر على السطح وهذا كي يأخذ يالله في فترة وفي مسافة قصيرة جدا ما بين الغلاف العكوة نزول على المريخ هو حاجة صعبة كثيرا ولأن ولكن الحمد لله كما هذا المرة هذا الرجل آلي لوزن دياله أكثر من ألف كيلوغرام فنحن سوف نحن في طريق إن شاء الله هذا يطرح سؤالا آخر بما أننا سألنا قبل قليل عن قضية احتمال وجود حياة بشرية أو احتمال وجود حياة لنقول على الكوكب حياة ميكروبية ميكروبية على الكوكب الأحمر عندما نتحدث عن احتمال زيارة بشر رواة فضاء لكوكب المريخ مستقبلا فهل هذا الغلاف الجوي الذي لا يمثل إلا 1% مقارنة بالغلاف الجوي للأرض من بين المعيقات التي تجعل حتى الآن ناسا ترسل أجهزة رجال آليين بدلا عن مستكشفين مرواد الفضاء طبعا لأن أولا كما قلت أشرت إلى حاجة مهمة هي أن مثلا غير إرسال واستقبال يعني 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 الكمنيكيشن ما بين الأرض والمريخ تأخذ تأخذ حوالي 8 دقائق من الأرض إلى المريخ وتمانية دقائق أخرى من المريخ إلى الأرض بسبب المسافة طبعا ديال هذه الكوكبين إذن أي حاجة أي خطر يعني التوجيه المباشر ديال أثناء يعني أي عمل على سطح المريخ ف ممكن نقوم به بشكل فوري فيكون دائما واحد سبب الفرق الزامن يعني الدلي ما بين أو تأخر ما بين الأمر واستجابة الأمر تقريبا 16 دقيقة في المجمل بين الطرفين صحيح أيضا وستي محمد وأخيرا الحاجة المهمة هي أن عنا تكنولوجيا لبعت يعني رائدين لأن حتى 1025 كيلو جرام ولكن ليس لنا تكنولوجيا اليوم لإرجاع هذا الرواد الفضاء إلى الأرض يعني نحن نشتغل فأقول أن الإنسانية حوالي 20 سنة بعيدة عن إنزال وتعمل الناس على مشروع من هذا النوع وما الذي يجعل الأمر مختلفا بالنسبة للإرجاع قضية الوزن تحديدا لأن الفيول والتكنولوجيا يعني لأن نرجع أن رغم أن المريخ الحجم هي ونسب حجم الأرض فالجاذبية بالمريخ هي 38% من الجاذبية للأرض فلازم يكون وقود موجودة على سطح المريخ لكي ممكن أن يعني الرواد أن يتركوا هذا الكوكب فهو يعني مشكل صعب يعني المريخ ليست هي كالقمر يعني المريخ هو كوكب صعب جدا ل كأنني فهمت من كلامكم سيد ودغيري نوعا من نفي احتمال انتقال حياة بشرية إلى خارج كوكب الأرض هل هذا الاحتمال مطروح لأنه نحن كعامة نفهم أن هذه المشاريع تتحدث وتطرح ذلك صراحة عن احتمال وجود حياة خارج كوكب الأرض لدرجة أن هناك كثيرين وبالمناسبة هذا أيضا مثير للاهتمام في الأسابع يعيدون مجديد الحديث عن الأطباق أو الأجسام الطائرة أو الغريبة التي ترصد في السماوات من منطقة إلى أخرى سمع هذا سؤال مهم إذا سمحت فأتكلم أولا لدي للأسف دقيقة ونصف فأنا أعتذر منك فحاول يعني لون محاولة أن نختصر لو سمحت فاكتشاف الفضاء يعود للمجموعة من الأسباب أولا كما قلنا الاكتشاف هو الفضول علمي والطبيعة يعني أنا دائما نبحث عن أجوبة ونحاول فهم العالم الذي حولنا الطاريخ الإنساني كان دائما يعني كان عرفه مثلا ابن بطوطة ولكن الحاجة المهمة أشكرك أنا أشكرك وأعتذر منك أعتذر منك جدا سيد كمال وغيري العالم في وكالة ناسا للأسف فأصبحنا خارج وقت للبرنامج شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم أنتم شاهدين الكرام على قصر متابعتكم أخرى الليلة انتهت إلى اللقاء شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا لكم